يعني أنا عندي كذا شكل من أشكال لو صح التعبير النصب وعندي كمان جامعات ما هيش قد كده أنا مش هقول هي نصابين ما هيش قد كده بس بالتأكيد بتقعد تروج عن نفسها بشكل مشكل التدليس باعتبار أنه إحنا تصنفنا عالي أنا أعرف منين كولية أمر وأنا أعرف منين كطالب طيب الإجابة طبعا على السؤال ده خلينا بس نفسر الكيس نفسها بتنقسم ليه أربعة حالات عندنا رقم واحد فيه ناس محترمة بتتعامل مع أماكن رسمية ودول طبعا ربنا يبارك لهم على جنب كده بنخليهم على جنب في رقم اثنين فيه ناس بتتعامل مع أماكن نصابة زي ما احنا بك قلته أو بمعنى أدق يعني أماكن ممكن تكون بتنتحل بعض الشهادات مثلا أو بتحاول أن هي يعني تدي الشهادة فيك مثلا أو أي حاجة من حاجات دي كلها وده تاني نوع تالت نوع وده نوع بيحصل كتير جدا وهو أن أنا بتعامل مع أحد نصاب بيستخفج لي الشهادة أصلا أو بيطلع لي الشهادة وده هنتكلم بردو نقدر أن احنا نطلع الفراركة بتاعته ازاي أيها اللي مرزك الشهادة كده أول ما بص عليك طبعا سهلة جدا طبعا عبودي دي مضروبة بتكالع الله طبعا وفيه بقى آخر حاجة خالص وهي فكرة أن أنا أتعامل وأقدر أن أنا أكشف الكلام اللي بيحصل معايا ازاي وفي نفس الوقت قدر أحدد إن كان فعلا المستند أو الوثيقة اللي معايا وطبع بقى أنا بتكلم بشهادة مستند من المكان حتى لو على مستقل الكورسز أو الكورسات اللي هي الطلاب بيحضروها برضو بنوضح إزاي ممكن ده بيحصل والأهم إن لو حصل وده على فكرة موجود بنتكلم حتى في الكورسات البسيطة اللي معظم الطلاب حاليا بيعانوا من إن هو ممكن ياخد كورس في مكان وبعد ما يخلص يقوله والله يلاقي الكورس وتاعك ده غير معتمد ومكان غير معتمد مع العلم إن هو ممكن يكون دافع فيه مبلغ كبير جدا وللأسف المشكلة دي ناس كتير جدا جدا يوميا بتستفسر عنها هل المكان اللي أنا هروح أقدم فيه ده هل المكان ده معتمد طب هل المكان ده بعد ما يخلص هيدين شهادة فعلا القطاع الخاص اللي أنا هقدم فيه أو طفر بقى أنا هقدم فيه أو حتى هقدم بره مصر هل الشهادة ده معتمدة فطبعا للإجابة على الكلام ده كله خلينا بس نوضح إيه اللي ممكن يحصل لو أنا مثلا جاي أقدم أو أقدر أن أنا أكشف إزاي المكان اللي أنا بقدم فيه ودي حالة إحنا طبقناها بالفعل على أكتر من مكان والله يجينا نقدم والله أنتم المكان الفلاني قالوا لنا آه والله طب تمام عندكم الشهادات اللي أنتم بتطلعوها للطلاب عامل إزاي فجابوا لنا مثلا كيس كده من الشهادة مثلا طلع فبدأنا نمسك الأرقام اللي هو مرشود بيقى فيه سيريال كده السيريال ده ونبتدي ناخد السيريال في شكل بسيط جدا أي حد يقدر يعاملو ويحط السيريال لأحد الطلاب اللي هم مفروض حاصرين على الشهادة أناك وبدأنا نكتشف إن القصة فيها حاجات فيك فبدأنا طبعا نحن ندوره راه وعرفنا أنهما فيهم عندهم مشكلة فيه نوع تاني من أنواع التزوير ما زي حد سيري اللي ده إيه بحطه على جوجل فبيتلع لي حاجة الموقع الرسمي يعني سيء مثلا بنتكلم في مؤسسة كذا بندخل مثلا ناخد السيريال ده آه فيقول لك أنا متخرج مثلا من أكسفرد مفروض أنه هو في كل تفاقيات بتاعته فروح واخدها ودخل على أكسفرد أدور على السيريال بل الظبط في حاجة تانية برضو بقت أحدث شويتين بقت موجودة هو التوقيع الرقمي التوقيع الرقمي ده بيكون مفروض أن أنا بيبقى لي زي URL كده خاص بي الواحدي URL ده وانس أن أنا عملت بس سكان بQR على الشهادة نفسها أو الوثيقة أو الاعتماد اللي في إيدي بيقدر أنه يديني تفاصيل دقيقة جدا عني زي أنا مين حضرت قد إيه من يوم كذا اليوم كذا اكتست الامتحان ولا بقى المفروض الدجريت تاعتي أو الدارة بتاعتي عاملة إزاي كل الكلام ده كله خاص بيه التوقيع الرقمي اللي بقى موجود كتير جدا وده بيبقى زي توقيع كده مدمج مع QR بيديني URL كده بيوصلني ليه الداتا بيز نفسه اللي أنا المفروض بتعامل عليها طيب أنا فرضا من دلوقتي تعملت مع مكان وأنا بتعامل بصفونية خلاص وأنا بدأت أروح مثلا لمكان أخبط عليه وتأكدت من أن الشهادة دي فعلا تمام هل أنا كده أقف وأقول stop والله لا أكده تمام زي الفول أنا هسلم نامر كده بالبلدي طبعا الكلام ده غلط لأنه ممكن يحصل حاجات تانية advanced بقى حبيتين وده الناس اللي بتتعامل مع أماكن أولاين في دول تانية تخلي بالها جدا 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 لأنه ممكن يحصل حاجات زي مثلا هقول له لحرك كيس كده كانت حصلت معا حد من الدول العربية وصديق لينا وكانت فعلا كيس كانت غريبة جدا دخل دورة أولاين وبدأ أن هو يحضرها وكتاز الانتحانات وكتاز كل حاجة وعملوا حاجة يعني أنا شايف أن هي نوع من أنواع يعني الشيطان نفسه يقف يتفرج عليها عملوا إيه؟ في حاجة اسمها Spoofing Email يعني Spoofing Email يعني أن أنا هبعت لحرك إيميل رسمي دلوقتي جاي من مكان معتمد يعني إيه؟ يعني تزوير الإيميل الرسمي اللي بتبعت به وده على فكرة موجود ده تكنية تعتمد على بروتوكول اسمه SMTV ده البروتوكول مسؤول عن أننا لو عايزة أبعت إيميل من أي اسم دومين أي اسم حاجة تيجي بالي أقدر لنا أبعتها لحضرتك دلوقتي انطلاقا من الاسم ده ده موجود ده حاجة يعني قديمة جدا ومستخدمة الفكرة في التوليف فقه بين ده ده قدر أن هو يبعت له إيميل رسمي بالشهادة المفروض أن هي فيك خلاص وقدر أن هو يبعت له على الإيميل بتاعه اللي هو مسجل به يبعت له الشهادة بمضروفة طبعاً اللي خاد استلم الحاجة دي طبعاً خلاص ده أنا جاي لي من الإيميل الرسمي تاعي المؤسسة اللي أنا بتعامل معيها اللي هو أصلاً بينتحل شخصيتها وبينتحل تفاصيلها طبعاً خاد الشهادة دي بدأ أنه يقدم في أكتر مكان لحد ما يقدم في مكان فعلاً وكان محفوظ أنه كان حد يعني كواليفايد أو حد مؤاهل أنه يشتغل بدأ بقى أن هم يعملوا تراكينج نومبر ويدوروا على الأرقام لقوا الأرقام وكل حاجة أرقام فيك طبعاً هنا الولد دخل في ديفيد كده لهو أنا دلوقتي عندي قدمت الشهادة فيك وقدمت حاجات فيك وقدمت كل حاجة إذا أنت غير مؤاهل وإذا أنت نصب هو قدامه أنه هو نصب هو أصلاً منصوب عليه وهو منصوب عليه فده كيس بتحصل وبتحصل بشكل كبير جداً وللأسف التطور التقني حالياً بدأ أنه يخليني ممكن نوعه وممكن نوعه جداً لأنه أنا هنا أنا جاي لإمير رفسني أنا جاي لإمير رفسني من المكان اللي أنا مرفوظ بأتعامل فيه بروح جايا في تحديم التليفون وقوله أهو بصوا ده أنا جاي لجميل من الجامعة فمالية أنا لحلفتوله على إيه حتى ولا هيصل فيه وأنا قدامه كده حد فعلاً بينتحل طبعاً الكصة دي حلها برضو لأن أنا مرفوظة أكون أوير بكل التفاصيل دي أنت لما يجي لك إمير رسمي يقوله طيب أوكي ممكن أبعث لكم رسالة وتردوا علي من خلال الإيميل برضو فإنت حضرتك جلقت لما هتبعث له هو فقط عنده الإمكانية أنه هو يبعت وليس أنه هو يستلم ففاكرة أنه هو يستلم وما يردش عليك أصلاً كده يبقى فيه حاجة من أنواع الحاجات الغلط في الموضوع يبتدي دقائق أتأكد وخلص الموضوع من تلك فهنا دي من ضمن الحاجات اللي أنا أقولها الشيطان نفس يقف يسقف لهم يقول لهم والله يعني قطر ألف خير كنتوا لفتوا نظر الحاجات الجديدة فطبعاً إحنا هنا بنقول إيه؟ بنقول أن أنت دايماً هتاخد شهادة بمكان حاول تتأكد وحاول تسأل حاول تدخل على الصيطر الرسمي لهم لأن إحنا عندنا في أمن المعلومات برضو خلينا أقول لهم حاجة بسيطة يعني وتحصل كتير جداً موضوع التراكينج نمر ده بيحصل برضو حيلة الشيطانية تانية وهي مثلاً سي أنا النهاردة دخلت على موقع سين بحط السين ده وأنا بكتب السين أطول مثلاً إيه يعني سيء مثلاً موقع اسم أحمد خلاص؟ أحمد ده بدل ما هو مثلاً AHMED أخليها بالA أحمد AHAMD خلاص؟ هنا أنا نفس الصيط بالزبط اللي داخل يقرأ 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 الصيط مش يركز في التطبيق مش يركز وهيعمل نفس الصيط بالزبط ويحط لك تراكينج نمر ويسجلك عنده وهو موقع فيك أصلاً فده أحياناً بيحصل وده بيحصل على فكرة من تواجد برضو بنخلي الناس يعني نوعيها حاول دايماً على قد ما تقدر عايز تاخد كورسات عايز تاخد شهادات اتعامل في أماكن برسمية للأسف الأمن المعلوماتي لو ركزنا شوية في القصة بتاع الاسبوفينج والقصة بتاع الأمن المعلوماتي بشكل كامل كده هنلاقي حاجات فعلاً عجيبة لو أنا ما خدتش بالي منها أنا ممكن أقع وقع بسهولة جداً وطبعاً الشاطر هو اللي بيقع يعني ده أنا هرجع لك تنين فؤلس أحمد